حداث فردية يا جماعة دي معظم الناس ببقى بس هي اللي بتعمل كده او الاختيارات بتكون غلط يعني هي مثلا واحدة انت بتنقي الناس اللي انت تعرفيهم منين عشان ما هم كلهم بيطلعوا وحشين في الاخر بالزبط ما ممكن القاميونتي اللي انت بتختاري منه الناس اصلا وحش فطبيعي بيطلعوا معاك وحشين بالزبط خيال خش في الموضوع يا عمر يا رويني عايزك تقولي رأيك وبصراحة شديدة عن علاقة الست بالراجل بشكل عام انا اتكلم من منطلق زيهم بالزبط انا رفض فكرة الجواز ليه بص يا هيبة يعني مبدئيا الراجل ده اول ما بيقرر ان هو يعني اول واحدة هيشوفها في حياته هي دي لسه داخل البيت بيتعاملوا معاها لانه ايه بنك بنك نوت اه عايزانها تعيش في مستوى احسن من اللي هي عايشة فيه عايزانها مش عارف تبقى ايه عايزانها بيتعاملوا معاها لانه بنك طيب الستات والبنات دلوقتي لو قلت لها انت نفسك في ايه بتقولي نفسي حد يحبني ما يخنيش يبقى مخلص الناس كلها بقت خينة الرجالة بقت وحشة حلو يعني لو جالك واحد فقير مخلص خليك على مبدئك صح ولا لا صح يبقى انت دلوقتي لما ترفضي او تروحي للي معاه فلوس بس او الشخص اللي هيخليك في مستوى احسن وهو الى اخره يبقى انت كده بتخلي في مبدئك طبعا يبقى انت من الاول ما كانش عندك مبدئ صح اردي بي ام او 같은데 اولادة طيب والوضع علي خرج مع فلان وسبني وشكين هي فعلا الست بتحبت تشتكي كتير والفكرة ان الست برضو وفية فهي ما تعرفش غير الراجل ده فتعمل ايه يعني لو تعرف اتنين وتلاتة كان زمانها مفرق الشكو على اتنين وتلاتة ده معناه ان احنا برضو الرجالة اللي بنيعرف بنتين وتلاتة معشان كده انت وفي تكلموش طيب سيبك من دي انت تبسحى من النوم اول حاجة الست دي متطلبة يعني اول ما تسحى من النوم عيد ميلاد بس واحدة كانت معايا في ابتدائي لازم نروح النهارده طب هعملي فطار الاول بعد كده نتكلم سأديم السفت فالموضع ده انا بسبب رفض الجواز انت رفض الجواز يا عمر انا هعمل زيهم هم مفاكرين ان البنات بس اللي ترفض الجواز لا انا ممكن نرفض الجواز عادي جدا فلا الا لو جاءت واحدة حلواني طيب هل انت شايف ان الست تقدر تقيم علاقة بدون راجل لو هتعرف تخلف طفل من من على الانترنت او بلوتوث او اي حاجة يعني لو هجيبه بالبلوتوث ماشي يعني يا ستت هتعرف تكمل الحياة لوحدها ازاي من غير ما يكون فيه سنة يعني الستات بتحب الاطفال فلازم يقف فيه راجل مش انا اللي بقول لي سنة الحياة ايوه رقم اتنين الست ده ده بتعيش من غير راجل تعالي نشوف الدول الناس بتدي يعني كده معناها ان الراجل ملوش لازمة معناها ان الست هي كل حاجة وتقدر تعيش لوحدها بلد زي السعودية علشان تسافري اصلا او تعملي اي حاجة لازم تاخدي موافقة جوزك عشان تاخدي موافقة جوزك ده جمني الوصول دي جت منين ان الراجل اكيد ليه رأي ورأي مهم ورأي قوي زايت بقى ان فيه شوية نمازج كده يعني ايه حالوة يعني فيه محمد صلاح راجل مفيش محمد صلاح ست لا الله فاحنا بنتبسط يعني سيبونا بنتبسط شوية بالرجال اللي موجودين وبلاش تهمشوا دورنا خالص فعلا لان احنا لنا دور فعلا بالزبط فعلا الراجل الراجل بيعتبر كل حاجة احنا كمان الستات فعلا 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 ما نقدرش نعيش من غير الراجل خالص اه هم بيسببوا لنا وجع بس يعني كان ربنا خلقنا كلنا ستات اعتقد واجع البيرسنج اصعب من واجع من واجع اللي الرجالة بتسيبو ده مفهوم من ناس مصدراء وخلاص في رجالة زي البلسم زي ما فيه ستات زي البلسم بلاش بقى تاخدوا الراجل الوحش اللي بيخون اللي بيقرأ اللي بيعمل كل حاجة وحشة ونسميه ده هو ده الراجل بقى يلا نتكلم عن الراجل ده شوية لا ما فيه ستات وحشة هي بقت في حالة كره عامة للرجالة دلوقتي والحقيقة معروف اسبابها طبعا ان فيه ناس مشوهة نفسيا ضحي